انا اخاف من الوقوف امام الجمهور اشعر بالربك عندما اقف امام الجمهور اشعر بان التنفسي يصبح غير منتظم وصوتي تصبح درجاته غير واضحة ويديني تنتفض عندما اقف قدام الجمهور هل هذا يعني اني لا استطيع تعلم مهارات الوقوف امام الجمهور الاجابة لا تستطيع باذن الله سبحانه وتعالى انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم كل شيء مع الممارسة ممكن ان يحصل هناك تكنيك وهناك استراتيجية اذا استطعتنا ان تتبع هذه الاستراتيجية بشكل فعال تستطيع باذن الله ان تكون مؤثرة وان تكون متحدثة اذا تعلمنا الطريقة وتعلمنا الاسلوب نستطيع ان ننقل افكارنا للاخرين التدريب هو قدرة فعالة لنقل افكارنا للاخرين والتأثير فيهم والقدرة على اقناعهم وذلك كلنا نحتاج ان نتعلم انما تذكر الامر يحتاج مننا الى معرفة وى دربة وى ممارسة في دورة تدريب مدربين نركز بشكل فعال على تنمية مهارات المعلمين والمؤثرين في اتصال افكارهم للاخرين كن معنا من اجل اكتساب هذه المهارات شكرا لكم